موسيقى نشرة الأخبار من قناة المهرية نبدأها بالعناويم موسيقى استياء شعبي في حضرموت جراء منع مسؤولين حكوميين من دخول مطار الغيان موسيقى متظاهرون في عدن يقطعون عددا من الطرق الرئيسية احتجاجا على ترد الخدمات موسيقى الأمم المتحدة تقول أنها تدرك مخاطر التصعيد في مأرب والبركاني يؤكد أن مصداقيتها على المحاك موسيقى أهلا بكم إلى نشرة نسلط الضوء فيها على الاستياء الشعبي في حضرموت واحتجاجات عدن وملفات أخرى الشيخ عمر سعد ختم حياته النظالية بالوقوف أمام كثير من الغبايا الهامة والتي تخص سيادة الوطن مستقلاله كان بدور كبير في هذا المحافظة للمظال لإخراج قوات الاحتلال من محافظة المهرة المناظر الكبير عمر سعد خلف فراق لا يمكن حد يغطيه لكن نحن بمعنوية جادة سنواصل عملنا السلمي لما تحقيق أهدافنا حياكم الله البداية من حضرموت حيث منعت قوات حماية مطار ريان الخاضع لسيطرة القوات الإماراتية مسؤولين حكوميين من دخول المطار لاستقبال رئيس الوزراء معين عبد الملك والذي وصل في زيارة للمحافظة وفد مصدر خاص بأن قوات الحماية منعت قائد المنطقة العسكرية الأولى اللواء صالح طيمس ووكيل المحافظة عصام الكثيري وضاف أنهما اضطر للعودة إلى مدينة سيئون دون المشاركة في الاستقبال وكان رئيس الحكومة وعدد من الوزراء وصلوا إلى مدينة المكلة قادمين من الرياض على متن طائرة خاصة سعودية أثارت حادثة من مسؤولين الحكوميين من دخول مطار ريان استياء المواطنين في حضر موت الذين استنكروا الحادثة واعتبروها إساءة لكل أبناء المحافظة فيما استهجن آخرون حضور رئيس الحكومة احتفالية بحضر موت في الوقت الذي تشهد فيه مأرب تصعيدا عسكريا غير مسبوق وعدا احتجاجات متواصلة على تردي الخدمات نتابع حضر موت هي المحطة التي يصل إليها رئيس الحكومة وعدد من الوزراء ليشهدوا إقامة حفل فني وخطابي يمجد الإمارات ودورها في التحالف أبو ببي هي نفسها التي احتلت مطار ريان وحولته إلى تكنة عسكرية وسجن سري للمناوئين لها رئيس الوزراء قبل مغادرته الرياض كان قد طلب من وزير الشباب والرياضة نايف البكري ووزير الثقافة والإعلام معمر الإرياني ووزير الداخلية إبراهيم حيدان مرافقته في الزيارة لكن الوزراء تفاجأوا باستبعادهم في اللحظات الأخيرة للسفر محافظ حضر موت فرج البحسن هو الآخر سدعى وكيل المحافظة عصام الكثير وقائد المنطقة العسكرية الأولى صالح طيمس وعند حضورهم لاستقبال الحكومة منعتهم حراسة المطار من الدخول الأمر الذي اضطرهم للعودة إلى سيئون مراقبون وصفوا استبعاد الوزراء ووكيل المحافظة وقائد المنطقة الأولى بأنه قرار تهدف أبو ظبي من خلاله للقول إنها هي راعية الفعالية تستدعي إليها من تشاء وترفض من لا يروق لها زيارة الحكومة هذه وحضورها للفعالية الخطابية والفنية استهجنها الكثيرون خاصة أنها تتزامن مع غرق العاصمة المؤقتة في الظلام وبلوغ درجات الحرارة مقاييس عالية في شهر رمضان المبارك مأرب هي الأخرى على صفيح ساخن تشهد جبهاتها القريبة من المدينة هجوما هو الأعنف الذي يشنه الحوتيون منذ بدء الحرب بينما الحكومة لم تقم بواجبها الأخلاقي والوطني تجاه الجيش الوطني الذي لم يتقاض رواتبه منذ ما يقرب العام وعوضا عن ذلك آثرت حضور فعاليات احتفالية بحضر موت على صعيد آخر يعاني سكان مديريات ساحل حضر موت من أزمة غاز منزلي منذ عدة أيام وقال مدير شركة بروم للغاز بساحل حضر موت عز الدين الكسادي من سبب الأزمة يعود لزيادة حاجة المواطنين إلى استوانات أكثر خلال شهر رمضان مشيرا إلى أن الشركة تنتج في رمضان أقل مما كانت تنتجه في الأشهر الماضية واضطر المواطنون لانتظار دورهم في طوابير طويلة للحصول على استوانات الغاز ومشكلة المواطنين بسبب المطاعم التي تسحى من مئة دبها من خمسين دبها غاز بدأت من أن تستفيد منها خمسين وصولة تمام؟ أعطوها مطاعم مشا تندروا انتهى المواطن تشتري من المطاعم وأنا أتمنى أن المحطة الثانية أنهم يوقفون عليها عسكر ويمنع التوزيع للمطاعم أنا لي من قدام المغرب جينا وقالوا أنها بعد الساعة ثمانية فتستفيدوا فتحصل لكم مقاس ومستودعاتنا هذه أو نقاط البيع نحن نأمل أنها تعود ونحن ناشد السلطة المحلية أنها تساعد نحن في عادة فتح هذه النقاط البيع لتخفيف على المواطن والتخفيف علينا نحن من الضغط الذي نعانيه إلى المهرة حيث سلمت المنظمة الشبابية في المجلس العام لأبناء المهرة وسقطرة 33 جهاز فحص أكسوزين مع بطارياتها لمستشفى الغيظة المركزي تم تدشين المبادرة بدعم من السلطان محمد عبدالله العفرار رئيس المجلس العام وبحضور مدير مستشفى الغيظة محسن بلحاف والأمين العام المساعد للمجلس العام تمام سعد كدة والأمين العام المساعد مبارك رعفيت ورئيس الدائرة التنظيمية سعد علي مسلم القميري ونائب رئيس الدائرة الشبابية طلال شنجل والأمين العام لمنظمة الشباب صامد رعفيت والأمين العام المساعد للمنظمة محمد سعيد بلحاف شرفنا اليوم بتدشين واستلام مجهزة الأكس ميمتر بلاص اللي خاصة في غياس أكسجين اللي مرضى بشكل عاملين يحتاجون أكسجين وهذه الجهزة طبعا من نوع طيب سلمناها من المنظمة الشبابية التابعة لمجلس العامل محافظة طيس القطرة والمهرة وهذا دافع وحافظ من التقدم قبل هذا كله قدم شكري وتقديري لهم والأخوة الحاضرين في اليوم في هذا التدشين استلام هذا الجهزة حاجة مهمة ومساهمة طيبة يشكروا عليها ونتمنى مزيد من المشاركات نحن طبعا في خط المواجهة والمحافظة المهرة بشكل عام هي محافظة تهمنا الجميع والمرضى اللي فيهمونا جميعا كما قال مدير مستشفى الغيظة المركزي محسن بلحاف إن تراجع حالات الإصابة بكورونا لا يعني انتهاء الوباء مشددا على ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية الصحية والتباعد الاجتماعي تراجعت الحالات المرضى للكورونا طبعا في الغيظة بشكل عام من خلال نشرات الترصد الوباء الموجود في مكتب الصحة والسكان ومشكرين على هذه الجنة الطيبة ولكن كما قلت وكما أسلفت المرضى لازال موجود يتحور من حالة لحالة في الجوار موجود في المحافظات اليمنية في بعضها منتشر بشكل فضيع وخاصة في بعض المحافظات تجينا أخبار يعني أن المرض مستشي وأنه موجود بصفة عجلة فالغيظة الحمد لله خفت ولكن كما أسلفت لابد أن نكون دائما في الهيطة وفي سقطرة يعاني أهالي الأرخبيل من العدام مادتي الغاز والقمح الدقيق وعدد من المواد الأساسية والتي تشهد ارتفاعا في أسعارها وقال سكان محليون للمهرية إن اليزيرة تعاني من أزمة خانقة في مادة الدقيق والغاز المنزلي والذي أصبح يباع في السوق السوداء لما لجأ البعض إلى استخدام الحطب وسط أزمة خانقة في الوقود وأكد السكان أن أزمات اليزيرة تفاقمت منذ سيطرة ميليشيا الانتقال على اليزيرة وسط انتشار الأوبئة وفيروس كورونا والذي بدأ في اجتياح اليزيرة قطع عدد من المتظاهرين في عدن عددا من الطرق الرئيسية احتجازا على ترد الخدمات وفادت مصادر محلية لأن مغاطنين بحي العريش في خور مكسر قاموا بقطع الشارع العام وأحرقوا الإطارات كما قام آخرون في مدرية المنصورة بالأمر ذاته وتشهد عدن انقطاعا في التيار الكاربائيلي أكثر من خمسة عشرة ساعة متواصلة في شهر رمضان سياسيا قال المبعوث الأممي إلى اليمن مارتين جريف إن الأمم المتحدة ترفض أشكال التصعيد كافة والذي يقوم به الحوثيون في مأرب وتدري حجم المخاطر التي ستنتج عن تلك الأعمال العسكرية وما سيتعرض له السكان والنازحون وضف المبعوث في لقاء افتراضي مع رئيس مجلس النواب سلطان البركاني إن الأمم المتحدة تبذل كل ما بوسعها وتجري تواصلها المكثف مع الجهات التي يمكن أن تلعب دورا إيجابيا لإيقاف المواجهات العسكرية بدوره قال البركاني إن تصعيد ميليشيا الحوثي في مأرب يضع مصداقية الأمم المتحدة على المحك في سياق متصل طالب وكيل محافظة مأرب عبد الرب ومفتاح المفوضية السامية لشؤون اللاجئين بتوفير الاحتياجات وتأمين الخدمات الأساسية والضرورية للنازحين في المحافظة بدورها أكدت مسؤولة الحماية في مكتب المفوضية ماري هيسول حرص المفوضية على مضاعفة حجم تدخلاتها الإنسانية وحجد المزيد من مواردها للمساهمة في تقلص الفجوة الإنسانية الناجمة عن الأعداد الهائلة للنازحين الذين تحتضنهم مأرب أجرى اليش الوطني وجماعة الحوثي عملية تبادل جديد للأسرة عبر إطلاق 21 أسيرا من كل طرف محافظة مأرب وقال رئيس لجنة الأسرة والمعتقلين في المنطقة العسكرية السادسة العقيد يحيى الحاسر إنه تم تحرير 21 أسيرا من جنود المنطقتين السادسة والسابعة تابعتين لليش الوطني مقابل 21 أسيرا من مقاتل ميليشيا الحوثي كشف رئيس المجلس الأعلى للمقاومة حمود المخلافي عن تجهيزات أولية لإنشاء مستشفى خاص بالجرحة ورعاية الأشخاص الذين يعانون من الشلل في محافظة تعز جذلك خلال اتصال هاتفي للشيخ المخلافي بالدفع الخامسة من الجرحة والذين استكملوا التأهيل وتركيب الأطراف الصناعية في المركز العربي للأطراف بسلطنة عمان وأجدد المخلافي تقديره للتضحيات التي تبذل من أجل الوطن مشددا على ضرورة الاهتمام بالجرحة وأسر الشهداء كمسئولية أخلاقية في سياق متصل استكملت الدفعة الخامسة من جرحة تعز كركيب الأطراف الصناعية بالمركز العربي للأطراف الصناعية في سلطنة عمان وقال مدير المركز العربي عبد الوهاب العامر إن إجمال من تم استهدافهم ضمن مشروع الشيخ حمود سعيد المخلافي في مجال الأطراف الصناعية 340 جريحا مضيفا أن المركز سيستقبل جرحة من محافظات عدة خلال المرحلة المقبلة 35 جريحا من مبتورية الأطراف من جرحة محافظة تعز وكلهم من فوق الركبة احتاجوا وقت وجهد أكبر للتدريب كونهم فقدوا الرجل والساق معا لكن الحمد لله تم تأهيلهم وتدريبهم على الأطراف الصناعية الجديدة ساعد في هذا الإنجاز الخبرة التي امتلكها الطاقم الفني وجودة الأطراف ومتابعة حثيثة من الشيخ حمود سعيد المخلافي طوال فترة التدريب إلى ملف كورونا حيث أعلنت اللجنة الوطنية العليا لمواجهة الوباء تزجيل 18 حالة وفاة و46 حالة إصابة مؤكدة في عدة محافظات وتصدرت محافظة تعز قائمة الإصابات بـ 19 إصابة ثلتها محافظة شبوى بـ 12 إصابة فيما تم تزجيل 84 حالة شفاء في كل المحافظات ووفق إحصائيات الوزارة فقد بلغ إجمالي الحالات المؤكدة 6183 حالة منها 1205 حالات وفاة و2630 حالة تعاف من الوباء من جانبها ناشدت رابطة أطباء اليمن في المهجر المجتمع الدولي والمنظمات الأمومية والإقليمية والسلطات المحلية بالتحرك العاجل لإيصال اللقاح إلى العاملين بالقطاع الصحي والمستهدفين في جميع مناطق اليمن وقالت الرابطة إن اليمن تسجل أعلى نسبة للوفايات في المنطقة داخل الكادر الصحي بوباء كورونا حيث وصل عدد ضحايا الوباء إلى 153 شخصا منذ بداية الجائحة عاد أهالي منطقة نجد كربا بمديرة المقاطرة فتح الطريق الرابط بين محافظتي تعز ولحج وطالب الأهالي السلطات المحلية في محافظتي تعز ولحج بسرعة تأهيل وصيانة الطريق كونه الشريان الوحيد للمحافظة تعز والذي يربطها بعدا يذكر أن ضيق طريق نجد كربا تسبب في وقوع الكثير من الحوادث المرورية لشاحنات النقل الثقيل التي تمر فيه وجه محافظ شبوى محمد صالح بن عديو بصرف حوافز للمعلمين والموجهين والإدارات المدرسية تقديرا لجهودهم في العملية التعليمية وتضمن التوجيهات المحافظة الصرفة بموجب الكشوفات المرفوعة من مكتب التربية والتعليم وبحسب الاستحقاق والدرجات الوظيفية لأكثر من خمسة آلاف وتسعمائة معلم ومعلمة إضافة للموجهين والإدارات المدرسية وأشارت السلطة المحلية إلى أن صرف الحوافز يؤكد الاهتمام بقطع التعليم ويأتي ضمن عدد من الإجراءات الهادفة إلى تحسينه وتطويره التفحيطات في محافظة المهرة ظاهرة دخيلة على المجتمع المهري تستلزم تكتيف الجهود وتعاون أولياء الأمور مع الإرجال المرور للحد من انتشارها نتابع التفاصيل في التقليل التالي ظاهرة التفحيط مشكلة اجتماعية تعاني منها معظم البلدان إلا أنها تكثر في مكان دون الآخر حيث تفشت هذه الظاهرة بمحافظة المهرة في السنوات الماضية بالتحديد في شهر رمضان الفضيل حيث أصبحت هذه الظاهرة من الظواهر السلبية الدخيلة على المجتمع المهري كما تسببت لكثير من الناس بكوارث وذكريات مؤلمة فكم من شخص مات بسبب عملية التفحيط وكم من شخص أصبح عاجزا عن الحركة وكم من شخص تأذى نفسيا بما يخص ظاهرة التفحيط نعمل جاهدين بالتنسيج مع الجهات الأمنية للعمل على الحد من هذه الظاهرة والذي تسبب من خطورة في إزعاج وإقلاق سكينة المواطنين والذي تسبب في إصابة ستة مصابين في شهر رمضان سنعمل جاهدين بخطة مرورية لكبح هذه الظاهرة والتي هي ظاهرة سيئة لا يرضى بها الآباء ونأمل من الجميع تعاون مع رجال المرور وكذلك الجهات الأمنية للحد من هذه الظاهرة والتي أصبحت يعني كظاهرة مستخدمة في الشهر الكريم تأتي هذه الظاهرة بسبب وجود وقت فراغ كبير لدى هؤلاء الشباب يدفعهم لتلك الأعمال الانتحارية والنفس إن لم تشغلها بالطاعة أشغلتك بالمعصية وأيضا بسبب سهولة الحصول على السيارة التي يفحط بها الشخص إما عن طريق والدي أو عن طريق بعض الشباب الذين يدفعون للمفحط مبالغ مالية لكي يقوم بالتفحيط والقيام بحركات خطيرة ومثيرة كما أصبح لها جمهور من الشباب دفع البعض منهم حياته ثمنا لمشاركته في مشاهدة عملية التفحيط هو طبعا هو يفتخر لكنها في الأخير هي خسارة فادي حال الأرواح والممتلكات وما رأيناه في الشهر السابق في أصابة ستة أصابة بليغة لا زال الذي كان يشاهد التفاحيط هو مكسور للآن ويستخدم العلاج ضعف الوازع الديني بدى هؤلاء الشباب بسبب غفلتهم وعدم اكتراثهم بما وراء هذا العمل من المحاذير الشرعية بل يعتقد بعضهم بأن التفحيط مقوم من مكومات الرجولة وأن من لا يكون به لم يبلغ مبلغ رجال الحد من انتشار ظاهرة التفحيط تبدأ عند الأهل ومدى توعيتهم لأبنائهم وتنتهي عند الدولة بفرض العقوبات الرادعة للمباحثين فعلى الجميع التعاضط والحيلولة دون وقوع الكوارث التي تحصل نتيجة ممارستها شهدت عدد من مدريات محافظة أبيان أمطاراً غزيرة وتدفقاً للسيول في منطقة الصرة والوضيع وموديا ولودر وأفاد مصدر محلي بأن الأجواء الماطرة لا تزال تخيم على المحافظة منذ عدة أيام داعياً المسافرين لتوخي الحذر في الأودية والمنحدرات ومناطق جريان السيول انتهت نشرتنا وبإمكانكم الاطلاع على المزيد من الأخبار في موقعنا الإلكتروني كما نسعد بمتابعاتكم لبرامجنا الرمضانية المتنوعة ترجمة نانسي قنقر